يا سواح الفل والورد والياسمين والجمال على كل الناس الحلوة كل سنة وإحنا طيبين وخير يا رب كلنا نكون في سعادة وهنا إن شاء الله كل سنة نبقى إلى الله أقرب ودي أهم حاجة نتمنىها ودي أهم حاجة دعوة ندعي بها البعض إن إحنا كل يوم نزيد إيمان ونزيد تقوى ونزيد كربة إلى الله ده أفضل شيء على فكرة كل سنة وإحنا جميعا بخير يا رب وإلى الله أقرب النهاردة طبعا واضح قوي إحنا نعمل إحنا نعمل إحنا نعمل كنافة أساور كنافة الأساور دي بتتباع غالية جدا بره وإذا كان بتتباع فاضية أو محشية يعني في محلات بتتباع حنية وفي بتتباع يعني زي دي كده هنا عملة واحدة هيد بتتباع كده وإنش بتغديها جهز تحطيها على طول وتحشيها وفي ناس بتتباعها مستوية اللي هي المحلات واللي بتاعت الحلويات أصلا بس غالية جدا فإحنا نعملها في البيت حلوة قوي وسهلة جدا أنا عندي بس حبت الشربات على النار أولا الشربات بتاعي أنا عايزها بارد للكل كباية سكر نصر كباية مياه ده للشربات اللي هو المظبوط اللي هو حلو وتقيل لكن لو إنتي عايزها خفيف زي ما أنا بعمله ايبقى كباية مياه كباية سكر دي لا ما أكوني針 Machine Sharp that one that ensures all baths تكيل شويه زي بتاع المحلات هتحطي لكل كباية سكر نصر كباية مياه انا عندي هنا شوية مية. انا عندي هنا سمنة. كنت بفككها بس على نار دلوقتي علشان خاطر برضو الجو لسه مازال سائع. عندي هنا شوية مية. وعندي هنا المكسرات اللي انا هحشي بيها. وعندي برضو شوكولاتة اللي هي نوتيلة. بس انا اشيليها على جامل انوش هستخدمها دلوقتي فاهمل صنية ما حشيها. وصنية هنسويها فاضي وبعد كده هنحشيها. تمام فعشان بس مسحت رخامة فمش جاب الشوكولات معاني. هنا عندي شوية مية. وهنا عندي المكسرات بقى زي ما انت عايزة. داز بيه بجزة الهند وزداني. انت وامكانياتك واللي انت عايزها. تمام. في ناس بتحط اللي هو مكسرات اللي هي العين جامل والفصدق واللوز والبندق. عايزة تقصريه برضو عايزة مش عايزة تقصريه بتحطيه صحيح. اهم حاجة اجيب الكنفة بتاعتي تكون فرش وطازة وتكون كده. بصوا قطعة واحدة عشان تعرفي تقطعي منها وتمسكيها. هاجي هنا من الطرف ده اهو. وهقطع كده. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كمية مناسبة كده اهي واحدة مناسبة. لغاية اخر البقرة اهي. اهم حاجة تبقى ايه فسوا ايه. اهو. تبشريت كده. تمام. عشان الهيشان ده انا هبلي ايدي مية اهو. تمام. وعلى فكرة ممكن تبليها سمنة. يعني مش لازم مية. يعني انتي ممكن تبلي الحركة دي ممكن تبليها مية او سمنة. احنا كده كده هنحط سمنة في الاخر. تمام. وهاجي هنا بصوا على السبعين دولة. وهقوم لفة كده. هي سهلة. مو بسيطة. ولو عملتيها مرة. خلاص ايديكي هتاخد عليها. ابرميها بس حل. وهتبقى بالنسبة لك سهلة. لكن ممكن في اول الامر كده تقولي ايه ده. نلسه هادعمل كده. مش تريها جهزة. الجهزة مش هتديكي كمية زي اللي هتتعمل في البيت. بصوا. اهو. اجيب الحتة دي كده تفرشيها كده. عشان الحشو ما ينزلش. اهو. حسيت ان هي فتحة من فتحت معاكي من تحت وانتي بتلفيها. هتجبي حتة كلفة ونحطيها كده في النص. تمام. نحطها في الصينية عندنا. الصينية تكون مدهونة. ايدي اعمل معاك واحدة كمان. بصي بقى حتة الحجم دي. انتي عايزة تكبريها. مفيش مشكلة عايزة تصغريها. ما فيش مشكلة. اهو. دي قطعت مني بس مش مشكلة. بصوا خلي اللي تقطعت دي على جانب مش هتنفع. لانها هي برضو ايه? مش حتة مزبوطة قوية. اهو. وهنضي هنا مياه كده. ولف على الصوابع. اهو. اهو. بص يا حتة لو فكت منك مش مشكلة كميلي اهو. مش كل واحدة هتطقطها هنسبها. هي مش جاية حتة واحدة. اهم حاجة بس ايه? تبرميها حلوة قوي كده. اهو. نعملها زي الغواشة. بصي مفتوحة في النص اهي. ومجايبها حتة من اللي هي تقطعت دي. بصوا. دي بوريكي بس ايه? انها لو انتي. ما عرشش تقفلها من تحت. ومفتوحة اهي. ممكن تبخيها بالمي. تجيبي بخاخة وتبخيها بالمي. اهو. تمام. نعمل واحدة كمان. النص كيلو برضو هيعمل الكيمية حلو. هي متقطعة في النص على فكرة فبش جاية ايه? حتة واحدة. بس مش مشكلة. بصوا. هنعمل القطع اللي معنا دي اهي. ونكمل. اهي. يعني حاول ما تعملهاش خفيفة قوي علشان خاطر. آآ هي جاية برضو مش مفرولة. مع انها طوزة بس مش عارفة اللي مفرولة. اهو هتلف على قزا قطع. اهو. اهو. اهم حاجة ايه? الميا كده. متقليش من المياه. متحتيش مياه كتير بس. اهو. اهو. متحتي دي في النص كده. اه. تمام. هوريكو برضو طريقة تانية لللف. للأسف هي مش جاية حتى واحدة. ما عرفش ايه السبب. كده عايزة تبطوزة عن كده شوية. اهو. بصي لفي. هي كده كده اصلا. يعني مش لازم. بصي. دي كبيرة شوية اهي. دي هنحطها في اللي هو الفاضي. دي انا انكبرتها. علشان دي هنحطها في اللي هو الصينية التانية. تمام? يعني دي صينية اللي هيتحش فيها اللي هي المكسرات. لكن الصينية اللي هيتحط فيها اه النوتلا او الكريمة او الكلم ده. لازم تكبريها شوية. اهو. يستحسن ان انت تجيبي الكنافة يعني تكون طازة حلو جدا. اهو. نرس كده. تمام. انا بقى هافصل الفيديو. ارجع لكم بعد ما اخلص الكمية عشان خاطر ما باش نطول عليكم. هنعمل واحدة كمان كبيرة. يبقى الكبير. زي ما احنا قلنا. هو لو في بخخة تبقى اسهل على فكرة. اهو. احنا قلنا الرخامة بتاعتنا نضيفه دائما انه طهرة بالخلق. بصي. اهو. الكبير ده احنا قلنا ان احنا هنحشي. كريمة نوتيلة. مربة. اي حاجة. ممكن تعملك الكبير ده في الكوبكيك. لأ برضو مع اهي. خليه. يالكونا فهي شاقوي. بس يالله احظوكم بقى. احعمله كوي. يالله مش مشكلة. المهم ان احنا نعملها. بصوا. اهي. هكمل بقى بقى الفيديو وارجع لكم. ارجعتكم تاني. بصوا انا كنت عايزة اكملها كلها اساور بس بالاسف لقيت فيها. يعتبر هي هو نص كيلو. بس نصه بالضبط متهربد يعني. مش زريف. مش جاي قطعة واحدة. تمام? فانت لما تروحي تجيبيه. قليلو ان انا هعملها كنافة اساور عشان يديها لكطعة واحدة. بصوا. بس هنستخدمها طبعا دلوقتي. هوريكم هنعمل فيها ايه. ادي ده الكبير لشوية. هتقول لي اذا انت هتحطيه في صانية واحدة كبيرة وصغيرة. اه اصلا الحجم مش مش كبير قوي. والكنافة اصلا ما بتاخدش سوي. نفسه. دولة هحشيه من نوتيلة. اللي هم دولة اللي هنا. هنجيب بقى هنا المكسلات بتاعتي. وتحشي كده جوه. اهو. وتغطي كده. هنقلنا زي ما قلنا الحشي ده زي ما انت عايز. اضغطي بس الجوه كده شان ايه. يدخل في التجويف ده. اهو. نجاح اي كنافة او البسبوسة السمنة. اديها جسمنا حلو. اهو. لو ما صليوا بايفة على سيدنا محمد. سيضغطيها كده بس الجوه. اهو. ام. بصوا انا جاي فكرة في دماغي دلوقتي معاكم. ام. الجوهي. الكم واحدة دول هحشيهم عجوة. وهعمل في صنية تانية هنعمل بقى اللي هو هنعمله بقى اللي هو هنعمله في الصناية بكاب كيبت. وهنحشي بقى اللوتينة. هنعمله في ديف. ماشي. يبقى دولا هجب بص العجوة. واردع لكم. واردع لكم. اضعوا العجوة مفصصها الطمر عادي طريق اضعوا كيس اضعوا طريق اضعوا طريق اضعوا طريق اضعوا طريق انا احب طمر في الحشوات اضعوا طريق او كنافة على فكرة انا مشغلة الفرق عامل ما تسخن يكون احنا خلصنا حاجتنا اضغطي كده بربي موضوع العجو ده هي اجيب الجلد ما قلنا عاملين الشربات بتاعنا خفيف اهو اضعوا صمنا سنجد السند بربي موضوع يستحسن بربي موضوع انا بأساها برداء بربي موضوع كلنا عادي لازم تتغرق سمنة كاميرا تهزت تظهر تأخذ سمنة قليلاً ولكن نتيجة تظهر غايلة لن تظهر مهيشة منك لازم على فكرة السمنة أنا مسايحة ولكنها أيضاً نجاح السمنة والبزبوسة اللي أنا بعمله ده وبرضو احنا بنعمل حاجات على قدنا بالنسبة لست البيت مش لازم نروح نشتري ونكلف نفسنا عشان نأكل ولدنا حاجة حلو تمام؟ يعني طبعاً ده أكيد مزي في المحلات أكيد طبعاً أحسن بس طبعاً بالنسبة ان الحاجة دي بتتباع بره غالية جداً فنرك نجيه على جنب فنعمل كل حاجة في البيت مساحة كده نركناها على جنب هنضطها في الفورن آآ تمام؟ هنجيب دي اهو هي أصلاً على فكرة بصوا أنا مقطعتهاش والله بصوا يعني أنا بعد الفاصل لقيتها كده لما فصلت وقتلك وهاكمل لقيتها مهربدة خالص فمش هتنفع أي حاجة هنعمل اي بقى؟ ليه مش هتنفع بقى؟ اي حاجة؟ هتنفع ونص ممكن تعمليها صنف نجيب الفرشة بتاعتي كيفين الصمن بتاعتي لبيره هنضغن المربعات دي صنيت الكوب كيف دي على فكرة مش غالية هتنفع 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 نسق نزل دي على فكرة هتنفع أليس ممكن تعمليها من combination اضح لي بقى تدي جدا. عملاها هي والجلاش. بس مش فاكرة لان الفيديو قديم. بس التاني محشاية. تقريباً كانت محشاية شوكولاتا. او محشاية عجوة مش فاكرة. فانت لو عايزة تحشيها هدخلي على الفيديو ده هتلاقي آآ طريقة الحشو. احنا نحطها كتا ضبعا. هناك تاني محشاية. ونحط. خليها بس ايه? حتة حلوة عشان ما تتحرقش منك. اهم لي واضغطش. اهم لي اهم لي واضغطي. اهو. بعد ما نخلص ده هنحط كمية سمنة برضو هنغرقها. وبعد كده هندخلها الفرن. مش عايز تطول عليكم الفيديو حيس ان انا طولت اقوى في الفيديو. هكملها. وهنغرقها سمنة هونكو بس هنغرقها سمنة ازاي? بصوا. لازم سمنة كده لازم. على فكرة ممكن تستخدمي زيت. هتقول لي زيت ملأي نشرف. هلأ الزيت عادي حلو جدا مثل الحلوية. في الناس كتير ما في استخدمش السمو. عادي. بتبقى مثلا نعايزة ايه? حاجة خفيفة. خلاص. هندخلها الفرن. وهارجع لكم. ده الشكل بتاع الكنافة النهائي ايه اهو? اللي في النص دي اللي احنا عملناها في الكوب كيك. اللي هي صواني الكوب كيك. وحطينا عليها شوكولاتة ونوتيلا من غير ما نساحة. ولأي حاجة خطها من بورتمان بمعلقة. وحطيتها بطريقة عشوائية جدا. تمام? وقادي الكنافة الاساور. بصوا الشكل عامل ازاي? خطير. وبصوا بتاعة العجوة عامل ازاي? يلا اشوفكم فيديو اخر باي باي.